بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اهلا بكم عزائي الطلبات وطلبات الصف الثالثة لادية دي. معكم من السرطات الغيطي من القناة ذكر لي حساب وميز. النهاردة ان شاء الله هنبدأ آآ برضو تكملة درس الهندسة اللي هو بتكلم عن البعد بالنقطتين وده اخر حصة فيه. آآ بس هي حصة مهمة جدا. برضو مش هتكلها اهمية عن باقية المسالة التانية لانها برضو بتيجي في محاك كتير قوي قوي قوي. ولكن في كل ما ياتي اثبت النقط الف وباق وجيم ودال ماشي. هي رؤوس متوازي اضلاع. تعالة كان يرسم متوازي اضلاع. اثبت نزال ان هو متوازي اضلاع. الف باق جيم دل. وطبعا انت عندك فكتار معناصر هيقول لك مسلا لو بيجي يقول لك اثبت ان هو مربع هنعمل ايه? اثبت ان هو مسلا مستطيل هنعمل ايه? مطلوب منك ايه? عشان هثبت ان هو متوازي اضلاع انت عارف طبعا ان المتوازي الاضلاع عندك ان الضلع ده قد الضلع ده بيساويه وبيوازيه كمان. وطبعا السؤال ده له تكملة كمان في درس اسمه الميل. وبرضو الالف دل برضو بيساوي اللي قصده. يبقى انت المطلوب منك انك تثبت ان الالف دل بيساوي واتثبت كمان ان الالف بيساوي طب لو طلعتهم مختلفين ويعرف انك غلطان مش المسألة هتبقى غلط. تمام? يبقى المطلوب منك ان الالف دل بيساوي اللي قصدها والالف بيساوي مين? طب تمام. لو جاء لك اثبت ان هو مستطيل تعال كان نشوف المستطيل. الاف باق جيم دل. هثبت ازاي ان هو مستطيل? هتثبت ان الضلع ده ادت الضلع ده ماش تمام وهتزبط كمان ان الضلع ده ادت الضلع ده كويس. ب Lima في شماء وشكلة بعدها زي اللي قص اللي فوقه. بس هتزود في المستطيل ان الاقتر كمان متساوية. والكترين في المستطيل متساويان. تمام? يبقى هت برضو لازم اتجيب الكترين الاف جيم وهتجيب كمان كتر بقدر. يبقى انت هتجيب ست حاجات. طيب لو مربع برضو نفس الموضوع المستطيل. تمام? تمام. طيب لو المعين. المعين زيه بالزبط زي متوازل اطلاع. المعين لو ده كده كده. ماشي? هتثبت ان ده قد ده. قد ده قد ده. الاربع اطلع ايه? قد بعض. وممكن انت تزود عليه كمان من عندك انه ان الاكتار مش متساوية مع بعضها. تجيبه الاكتار وطبعا مش هتطلع قد بعض. طب تمام. يبقى المطلوب منك دلوقتي. تعالك ان نبدأ نحل. هتقول للحاجات ده اني نسيتها. لا انت هتلاقى فكتان معاصر موجودة. ماشي ان دلوقتي وبعد كده بقى احفظ نشوف فكرة المسألة ايه? طيب تعالك نبتدي بقول لك ازبط ان هو متوازل اطلع ازب اه يعني في الجنب كده ارسم متوازل اطلع كده كروك كده. ماشي? يبقى انا هجيب الف باق والباق جيم والدال جيم والالف دال ولازم الالباق بيكون قدل دال جيم. يلا يا معلم بقى نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم سميل له كده. آآ الف باق. طبعا هكتب النقط في بعضها الاول علشان بس ايه? ما اطلع بقىش الالف بسالف واحد واحد والباق صفر وخمسة الجيم خمسة وستة الدال اربعة واتنين. بسم الله الرحمن الرحيم يلا كده وخلي بالك هتحاولش تغلط او ما تنساش اشارة لان لو ولدت في حاجة بسيطة مسألة كلها بزت منك. هفتح قصين وفي النص ناقص وكل قصة اتنين زائل. هفتح قصين وفي النص ناقص برضو كل قصة اتنين. بتسوي. قلب باق تعال كده. القلب بقى ده سالب واحد وده الصفر. كمان الواحد والخمسة. والواحد والاي والخمسة. يلا كده. عسم الحزة ماشي تعالى يلا نعمل الحزة. هو تجزر هفتح قص. آآ سالب واحد زائد سفر. وكل قصة اتنين زائد. طبعا هنا احنا عملنا غلط. دي بقى كان بقى في النقص. ناقص. ناقص الصفر. افتح قصة وقول قصة اتنين. زائد. افتح قص واقول واحد. ناقص خمسة. واقف القصة وقول كل قصة اتنين. بتساوي جزر سبعتاشر. بتساوي كام جزر ايه? سبعتاشر. طب تعالى بقى نشوف البقى الجيم. البقى جيم. اهوت. نصدقص قصة اتنين. زائد. قصة اتنين. تعالى نشوف البقى جيم. صفر وخمسة. وبعا كده خمسة وستة. خمسة وستة. تمام? خمسة وعشرين. اهوت كده. برضو نمسح من الاول. اول وجازة. افتح قص واحد ناقص خمسة. هنا في ناقص ثانية واحدة كده. احنا قلنا بقى جيم صح? صفر ده صفر ناقص خمسة. صح. احنا غلطنا كده. صفر. صفر ناقص خمسة. الكل قصة اتنين. زائد. افتح قص. خمسة ناقص ستة. افتح قص وقول له قصة اتنين. بتساوي جزر ستة وعشرين. هجيب كمان تون مين? الالف جيم. او الجيم دال. الجيم دال. خمسة ناقص اربعة بارت وستة ناقص اتنين. جزر كده. افتح قص ونص ناقص اتنين. افتح قص اتنين. الجيم دال. خمسة ناقص اربعة وستة ناقص اتنين. على كده الله. جزر. خمسة ناقص اربعة وابتح قص وقول له قص اتنين. زائد. افتح قص واقول له ستة ناقص اتنين. وافتح قص واقول له قص اتنين. بتساوي جزر سبعتاشر. جزر ايه? سبعتاشر. طبعا هتكتب جنبها بقى واحدة طول. لسه بعد كده اقول له الالف دال. اهوات افتح قص نص ناقص اتنين. الالف دال. تعالى كان كيف بقى ارقام الالف دال? على الالف ولا الدال. السالب واحد مع الاربع والواحد مع الاتنين. هتكتبوص هتلاهم طلعها كامل ستة وعشرين. خلاص? اقول له ازن. تعالى بقى شوف بقى مين بقى ما تساوي مع بعض اهو. الالف بقى بجزر سبعتاشر وعندك الجم دال بجزر سبعتاشر. اقول له بما ان الالف بقى بيتساوي الجم دال. والتانين بقى التانين لما من الالف دال. هيساوي مين? البقى جيم. ده بتساوي جزر سبعتاشر وده بتساوي جزر ستة وعشرين. اقول له ازن الشكل الالف بقى والجم ودال مالهم متوازي. اطلع. بس كده. ايبقى انت بتجيب الاطوال. ايبقى انت بتجيب الاطوال ما فيش فاق اي حاجة صعبة. وطبع الناس ما تثبت ان هم ايه بيساوي بعض او قد بعض. طيب تعالك ندخل في المسألة اللي بعدين. احنا فين بقى? بقول لك اثبت ان النقط الالف والبق والجم والدال هي رؤوس مستطيل. سمح سبطه الكتر. ايبقى ان ننسأل من شوية. لما يجي يقول لك مستطيل. ايبقى هتجيبه هتجيب الاطوال زي المتوازي الاطلع كده وتجيب الاكتر. تعال عشان ما تثبت طولة شوية الالف بالصفر واحد. البق باربعة وخمسة. الجيم بواحد وتمانية. الدال سلم تلاتة وايه واربعة. طب تمام. تعالوا كده. يلا. طب عندها مستطيل. شوف هرسمو في كروك كده. هجيب الالف بق والبق جيم والجيم دال والالف دال. ولسه الالف جيم ولسه البق دال. انت معايا? انت معايا? لا ماتتهش مني. ماتتهش مني. يا لباك عشان ده هيبقى معانا يعني ايه? يلا. اقولوا كده الالف بقى. بتساوش. جزب. اظن انت عارف طبعا انا بعمل ايه? اللي معايا من اول دارس ومتابع معايا عشان لو حد دي سبترجع على اول وقت الوقتي. لأ. عد على الدرس الاولين وهتعرف احنا بنعمل ايه. الالف بقى صفر نقص اربعة كل قس اتنين واحد نقص خمسة. وهنطلع اجابتها دلوقتي. البقى جيم. تعال كده اهوت. هعمل بس وفنص نقص لكل قس اتنين. وفنص نقص لكل قس اتنين. تعال كده البقى جيم. اربعة نقص واحد وخمسة نقص تمانين. تعال نجيب الجمدال. الجمدال واحد وهنا سالب سالب تلاتة اهو واحد وهنا نقص تلاتة. سالب وسالب يديني ايه? موجب. تعال وهنا تمانية نقص اربعة. خلاص? هنجيب كمان الالف دل. وعمل قس. هنص نقص لكل قس اتنين. هنا قس اه اتنين. الالف دل تعال كده. ادى الالف ودى الدل. صفر هنا سالب تلاتة. سالب وسالب يديني ايه? موجب. طيب بعد كده واحد ونقص اربعة. ماشي. لسه هنجيب ايه كمان? خلي بالك لسه هنجيب الالف جيم. والبقى دل. تعال هنجيب الالف جيم والبقى دل. هوت نقص زائد. الالف جيم ركز معايا. هنغار اللون دوت. الالف جيم الالف جيم. ادى الالف ودى الجيم. صفر ناقص واحد واحد ناقص تمانية. ناقص واحد. يبقى سالب وسالب يديني موجب. واحد ناقص تمانية. صح كده? اه صفر. اه ده واحد. ده واحد مش هتفرق. يبقى ده سالب واحد زي ما هو. ده سالب واحد. طيب لسه هنجيب ايه كمان? احنا قلنا هنجيب احنا جابنا الالف جيم لسه البقى ده. اهوت افتح كوس في نص ناصر كل قص اتنين. اربعة سالب سالب تلاتة اهوت هنا اربعة هنا سالب تلاتة سالب وسالب بدين ايه موجب. وعندك ايه كمان? خمسة ناقص اربعة. يلا بب. يلا 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 تبقى نطلع عن نواتك. تعال يا كان الف بق. اه هقول له جازر. صفر ناقص اربعة جازر كوس كده. صفر ناقص اربعة. كل قص اتنين زائد كوس واحد ناقص خمسة قص اتنين بتساوي اربعة جازر اتنين. يبقى ده ما فروض اربعة بايه جازر اتنين. طيب اللي بقى جيه. برضو جازر. افتح كوس اربعة ناقص واحد لكل قص اتنين. زائد افتح كوس خمسة ناقص تمانية. وهو نبقى له ايه كل قص اتنين. تلاتة جازر اتنين. الجمدال جازر افتح كوس واحد زائد تلاتة لكل قص اتنين. زائد كوس تمانية ناقص اربعة والكل قص اتنين. اربعة جازر اتنين. الالف دال جازر افتح كوس. حين لقنا الالف دال. هنا طبعا بس هنحلها بسرعة تسعة واحد وتمانين وهنا تلاتة. هنا تسعة هنا تسعة وهنا برضو هتبقى تسعة 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 تمنتاشر. اخد اول وجازر تمنتاشر. هدين تاتة جازر اتنين. هنا واحد وهنا سبعة واحد وسبعة دل سبعة تسعة واربعين وواحد بقى خمسين. جازر خمسين. خمسة جازر اتنين. البقدل برضو نفس الكلام هي بقى سبعة وهنا واحد قص اتنين برضو خمسة جازر اتنين. لو قلت بص بقى تجد بص اشوف اربعة جازر اتنين اهيات واربعة جازر اتنين اهيات. دي تلاتة جازر اتنين ودي تلاتة جازر اتنين. يبقى كده في ضلعين قد بعض. ضلعين وضلعين. وعندك الاقتار اللي احنا طلعناه خمسة جازر اتنين وهنا وهنا برضو خمسة جازر اتنين برضو نفس الكلام قد بعض. اقول له ايزا ان الشكل في الاخر المسلطات. بس هم حاجة لحتة الاخيرة دي. اقول له بما ان تشوف بقى مين قدمين? من اربعة جزر اتنين وهنا اربعة جزر اتنين الى الالف بق والجيم دال. قالوا بما ان الالف بق بيساوي الجيم دال بيتساوي اربعة جزر اتنين. كمان البق جيم بيتساوي الالف دال بتساوي خمسة جزر اتنين. لأ مش خمسة جزر اتنين. تلاتة جزر اتنين. ماشي. وبما ان الكتران اللي هو مين بقى? الالف والبقدال. بتساوي البقدال بتساوي اللي هم كام? خمسة جهاز الاتنين يبقى الشكل دولة ده مستطيل. يبقى الشكل دولة مستطيل. بس هي دي المسائل. هتعمل كل ده في كده. هي هتعمل كل ده في كده. خلاص? يعني هنا برضو مثلا نمرة ستاشر ديات بقول لك اثبت النقاط الف وبقوة جيم ودال. في المستوى حديثة متعمل هي رؤوس مربع. مربع هتعمل ايه? هتلاقي فاكتاب معاصر لو انت انسيت. مربع هتلاقي الاطلاع كلها قد بعضها. تثبت الاطلاع كلها قد بعضها وتجيب الكترين كمان. لازم الكترين يوقض بعض. واحسب طول كتره. احنا جابنا طول الكتر. ومساحت ومساح مربع بقول ايه? نص في الكتر في الكتر. اول طول الدلع في نفسه. طول الدلع دوت ان انت هتجيبه دوت في نفسه. ماشي? آآ قالت بقى جيم ده لشكل ارباعي بكزا وكزا. اثبت ان الشكل ده معين. هتلاقي كل ده في كده معاصر معين. انا بعمل ايه? احنا لسا قلناها. هتجيب الاطلاع. تثبت الاطلاع كلها ايه? متساوئة. الخارجية. ثم وجد مساحته. يبقى انت هتضطر لازم تجيب الاكتر. مدام قال لك مساحته. هتجيبه الكترين. لان مساحت المعين بقول نص في الكتر في الكتر. لو الكتر ده في الكتر ده. مضروف النص. كل المسائل دي كده. انا عايزك تخلصهم كلهم. ما تحلمشوا كلهم مرة واحدة عشان ما تملش. وهتلاقي والله العظيم والله العظيم يعني حاجات سهلة جدا وبساطة جدا. طبعا بمساحت لقى الحاس بقى تلقى كل حاجة. الحق. الحق تجيب الدرجة النهائية في تالة عدد في الترمي الاول لان في الترمي التاني بقى صعب شوية عشان ما نهج تقيل. خلاص? ولو في اي حاجة سؤال جزئية ممكن تكلمني هرد عليك. هرد عليك ان شاء الله بإذن ده. شكرا خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.